النهاردة هو الأول من مايو وهو عيد العمال في كل أنحاء العالم في مصر احنا بنقول كل سنة وكل عمالنا في مصر في كل مواقع العمل والإنتاج بخير والحقيقة أنه هم بالفعل سواعد الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية هم قوة الدفعة الرئيسية في بناء الجمهورية الجديدة وفي تنفيذ كل المشروعات القومية اللي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الماضية في كل ربوع مصر صحيح يا مصطفى واحد مايو هو يوم للاحتفال بعطاء العمال في كل مجالات العمل والحقيقة أنه الدولة المصرية على مدار العشر سنين اللي فاتوا اعتمد بشكل غير مسبوق بالعمال وتوفير الدعم اللازم لهم سواء كان من خلال تشريعات أو مبادرات بتكفل لهم حياة كريمة ده حقيقي يعني مثلا في مجال حماية ودعم العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من القرارات من أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وده فد ناس كتير طبعا ده غير إصدار وسيقة جديدة من شهادة أمان وده من أجل تغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة وده برضو فد ناس كتير جدا وده إلى جانب الاهتمام بتدربهم المهني بتوفير فرص عمل جديدة ليهم برفع مستوى أجورهم وبتحقيق كل المصالح اللي هؤلاء العمال بيطالبوا بيها إحنا النهاردة الحلقة هتكون حلقة خاصة واستثنائية نعيد العمال وهيكون معانا كمان تقارير من مواقع عمل مختلفة فقرات عن مكتسبات العمال والدعم اللي عدمته الدولة المصرية لتحسين بيئة عملهم مرة تانية كل سنة وحضراتكم عفوا بخير صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر